وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات والذي ينفذ تحت مسمى Permits Air Show 2022 في الثالث من أغسطس الجاري وأكد المتحدث العسكري أن فريق النصور السوداء الكوري الجنوبي يشارك بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات حورس المصري عروضا جوية مبهرة وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان وتأتي تلك العروض تأكيدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية